تعمل برامة كويسة؟ أكيد أدكر مصطفى أنت بص نتائجك متروحش بعيد نتائج الناشئين جبت حاجة طلعت الشباب طلعت والأولمبي قطع النطط وكل واحد يجيب صاحبه يمسكه ها هدي مش كلها لازم قالي وعد زمال كاول طيب أنت شايف شفت إزاي بطولة إفريقيا لكرة اليد واللي شرفونا ورفعوا رأسنا في مصر أنت بدأت أصلاح كرة اليد المصرية مع دكتور حسن مصطفى وشفنا الإنجازات الكبيرة التي تحققت في كرة القدم أنت الوقت في كرة اليد أنت نتكلم ياريت عندنا أكثر من الدكتور حسن مصطفى في الاتحادات طبعا كرة اليد الحمد لله كان دكتور حسن مصطفى دكتور حسن مصطفى كان جالي وهو مترشح لكرة اليد رئيسه كان أصاده الاتحاد المصر كرة اليد أه أيامها يعني وأنا محافظ ووقفنا مع دكتور حسن وحسن معقلية غير طبعية ورزيل إدارة رزيلة اللي هي تحل وتربط وكلام ده كل وبعدين أنا وقفت بقى معاه في اللي إحنا لما أخدنا بطولة الأفريقي العالم في مصر سنة حاجة وتسعين شفكتك أول تسعينات يعني واحد وتسعين أو اثنين وتسعين اثنين وتسعين اعتقل يعني فده شغل شغل بقى كان مثلا ثلاثة أربعة سنتين ثلاثة أربعة في شغل فيه يعني خططتوا اللي قدام فلوس سفريات بره بتشوفهم شيء على طول بره على طول وحسن مصافة كان لما يجيلي مدلوش فلوس يزعل ويضيب المكتب يخبط وبتاع لغاية لا بس عملنا شغل طلقت وطلت العالم طبعا الحمد لله يعني حاجة عيلة والبجموعة دي اللي هي بتاعت المشهورين دول بقى مشت شوية وبعدين كملوا بقى النساس ومشت انت شايف كرة القدم تاخد اتحاد اليد كمسل ليها وتبدأ تمشي على خطواته هل ده ممكن؟ ما هي كنت انا تنكحت ليه الرئيس قوي شاطر عنده أفكار وزير بيسنده ماليا والحوارات والحاجات دي كلها زي ما كنت باعمل انا من تعاد الكورة واخد بالك انت وبعدين فيه اختيارات انا كنت عامل مركز العمالقة طبعا والتفاكره راح وعملت مركز بتقول الحديديد الحديد والولاده راح كل ده راح كل حاجة حلوة بنعملها احنا باظه بيدينها اه شوح تكملش اللي بعدك يجيش هلها على طول ليه ما هي دي ليه ده عقدة بقى عنده كل واحد في الناس دي بقى اللي بتمسك دي هو هو يقولك احنا الفراعنة كده حتش بسوت عاملت في اخوها ابوها كده ولا اخوها كده انا بنجيب كلام من الموضوع ممكن طبعا لاUE طيب انا معايا الاستاذ عبدالله الغزلاوي رئيس لاجنت الشباب والرياضة السابق من اسماعيلية موجود معانا برضو وموجهل لك رسالة طلع ابن امالها تعليمت منه هو اللي جابني وهو اللي حطيني فيه احد الانديه في الاسماعيلية و هو اللي عملني والحقيقة كان كل شعب الاسماعيلية والشباب الاسماعيلية يعني بيموتوا في حاجة اسماع عبدالالمنقام الاسماعليه اضاف لينا في الاسماعليه كمراكز شباب وهو محافظ هو اللي انشأ يمكن كل عيلة عمل فيها مركز شباب الاسماعليه تمسمى مراكز شباب بتاعتها بالعائلات بتاعتها ودي لم تحدث في مستوى الجمهورية الاسماعليه الاسماعليه الحديثة وطبعا كما عثمان بيه رحمة الله عليه عبد منها تاريخ يعني لو قعدنا نتكلم عليه مش هنجب في حقه دكتور عبد المنى الممارة اسم مرتبط بالاسماعليه واحدهان مرتبط بالاسماعليه ربنا ادي له طلطل عمر والصحة والعافية وسند لشعب الاسماعليه وللنادي الاسماعيلي بقوله ربنا اديك طلطل عمر والصحة والعافية ودايما انت مدرسة بنتعلم منها وكفاية ان حضرتك يعني اعطيت الاسماعليه كثير جدا ونهاردة اسمك أنت ماشي من اسماعيلية من من سنة التسعين النهاردة أنت يعني ما يذكر اسمك في كل أماكن حتى سوعين رؤوجرفي الاسماعيلية كل يتكلم أقولك ولا يوم القيام عبمنا عن عمارة عبمنا عن عمارة حيفضل رمز من رموز مصر رمز من رموز الاسماعيلية وبنتم Jean Nacional الصحة والعافية ودايمن بسند لل اسماعيلية واللندر الاسماعيل ودايمن فاتع خطوط مع كل الأندية المصرية دكتور عمان عمارة بقى هاجي في محطة ومحطة مهمة جدا انت انا عارف ان انت زواق قوي بالنسبة للفن وتحب الفن والفنانين والشعر والرسمة والكلام ده دكتور عمان عمارة كان بتيج مع كل فنانين مصر في الاسماعيلية والناس وهي رايحة بتبقى رايحة فرحانة انها رايحة كرنفال كبير قوي والناس مبسوطة الاعلاقة دي جات ازاي؟ شوف انا اعتبر نفسي ايه متزوج زي ما تلك الفن طبعا سينما ومصرح وبعدين انا كنت عامل معارجان فنونة شعبية دي وكان حاجة كبيرة جدا السينماية اللي ارحمه سمير صبري كان بنظامه اياميها كان رئيسه مين؟ يوسف واهبي يا سلام عرف يعني يوسف واهبي اه كلمت انت شخصية هو كرئيس معارجان اه وحضروا كل متى تصوروا بقى انا بتبعطي لكم صور عاد الامام على سعاد حسني على مديعك تصور يا جماعة كل المجموعة دي بقوا اصدقائي يعني انتي منا وبراتي كده وكانت صديقتي كتير قوي اكتر منهم من اثنين سعاد حسني ومديعك